اشتركوا في القناة لمنع اقصاء المترشحين وانك امور لا يدور في الخافاء امور لا يدور وراء السيطار يعني الناس هذو اللي بغين يقعدوا والدوس على القوانين بكل طرق بغين يقعدوا احنا الشعب يريد تغيير في كلش الشعب قلع باش يريد تغيير في كلش لازم هذ الناس ما يقعدوش لازم يروحوا الناس هذو الاتحادية لازم تروح الاتحادية ما عملت ولا شيء ما خاصناه سبحان الله ما خاصناه الشعب انترك مرفوض من عند الشعب مرفوض يعني ما خاصناه سبحان الله هذو تديروا الصونداج في الفيشبوك تعرفوا شكاينها سبحان الله ياليك اخرجوا ديروا همشك بنتا غير مقبول بك سي محمد انت الناس قاعد تقول ويلي تصادي الناس هذو تقول ويلي تصادي يا اما لا روحك زبطر يقول روحة صعبية وبغي تقول ذراع ولاو ها بزاف احنا ما نش نعيرو فيك ولاو روح خدموا سوالحك انت لك تحوس انتوما ما بيكم انتوما ما بيكمش انتوما ما شي خايفين نقولك مالاكم خايفين للوالد صادي خايفين بالوالد صادي خايفين الختاة والد صادي يعرف واش خلاو واش خلات الاتحادية السابقة هذه اللي نقولها لك واناشع دوالي صادي احد المرشحين لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وازير شاببه ورياضه السيد دالي خالدي في مرسلة له من أجل تدخل ومنع إدارة الإدارة الحالية من تقديم أي مبادرة من شأنها تعديل على النظام الأساسي للفاف وقال وليد صدي يريدون عدم تذرع بأي ذريعة أو دفع لخدمة مصالح شخصية أو منع نتيجة عملية الانتخابية الحرة والنازيهة والشفافة أو اللجوء إلى القانون لقيام بتمرير الحقوق وأضافة وهذا للأسف هو مرجح سيحدث إذ كان رئاسة الفاف ستشرع في إجراءات أو تعديل على نظامها الأساسي عاشية انتهاء ولايته تحت ذريعة الأمر القاضي من الفيفا يعني إحنا نقوله باللي الفيفا مكاش ما غاديش تدخل يعني ناسهم يلعبوا بالسنتيموت على الشعب العاطفة على الشعب الشعب إحنا أخايفين على المنتخب بس أنا نقوله باللي مكاش إحنا ناس دوميل ديسات عراه ذاك المرسل وذك زينة هذاك وكلش في النهار ناقل من ناس كانت كان يقول لك ودي حزوروا عكم الفيفا لازم القوانين لازم منها لازم إحنا هما راحوا جابوا هذا رئيس الفيرما اللي رايه في فيرما ذروك راحوا وحطوه وقال لك هذا هو رئيس الاتحادية تعكم يعني بيدون مشروع بيدون ما كاش عارف شكولي غادي حطوهم معاهم في اللجنة في الل جنة في ال ما كاش عارفهم قاع ما كان له مشروع لديهم تجابوا وحطوه وكانوا يقولوا في النهار كان يقول لك تدخل الفيفا لادتدخل ولله لا يعقلون ل stinky National بيدروها راهين الفريق الوطني بيضغطها كما كنا نقول لكم كنا نقول لكم بليومي وجدوا باش يضغطوا باش يضغطوا بأسف هما ما كانوا شي وشدو ذروك على eigenlijk هما كومسي العقوبة ما كايش روك كومسي العقوبة والله ما كانوا ذروك يا هدرو على ذو الصواب وأوين تبدأت العقوبة العقوبة من عاقبه منا خرجوا الناس الغدوى ان شاء الله خرجوا ولا يقول لك الفيفا غادي تعاقبنا الفيفا غادي تعاقبنا هما قبل كانوا يقولوا عقوبة عقوبة كانوا حاسبين غادي تعاقب الكرة القادمة تزائرية ولكن ما كانوش عليهم بلي بيتعاقبهم هما بروحهم هما اشخاص اشخاص وشنا اشخاص تعاقبوا مورها حصلوا قالك ويشايا ما قلبتش حصلوا من حصلوا من خرجوا قالك ولا يقول لك اما يقولوا عقوبة ذروك الفيفا بيتعاقبنا خرج عليه القانون اللي داروه قانون هاذك يا والفيفا اعطات الحق للوازير راكم الطبل وباطل انا نعطيها لكم ما تحاوسوش علينا كيف تجبنا لكم الخبر بصح الفيفا طالت ضمانات للوازير الشابيبة ورياضة مكان لا عقوبة لهم يحزنون والفيفا ما خصاش انسان يكون كذاب ومزور باش يكون على بالكم اخلاقيات اللعبة باش يكون على بالكم جماعة يا زتي يا جماعة زتي انا راني نقول لكم انا المواطن البسيط هذا الخبر راني جبتو لكم الفيفا اعطات زمانات للوازير الشابيبة ورياضة مكاش عقوبة للبولة الجزائرية مكاش 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 والوازير را تكلم مع جماعة بالماضي قالوا مكاش خدم مكاش عقوبة كونك هاني مكاش عقوبة قال قطر خير رجالة اللي راي في الخافاء اللي يقف لهم وكفة اللي يذروك رامي هادرو رامي عائلوا في الحاج محمد راو راوه هذك هذك المرسل تاع النهار عليها يعاير الحاج عليها خاتش عليها خسر لهم خسر لهم خسر لهم خسر لهم ممكن يقولك كين عقوبة هو انفرتينو عيط للوازير قالوا مكان والو رد له المرسلة قالوا مكان تعقوبة يا الاتحادية سل لكم راهم راسلو لكم ما حضروا الصح قولوا باللي حامد احمد راه راسلنا بسنا حضروا اللجنة الاخلاقية تاع الناس اللي اتهمتوهم تاع الناس اللي عايرتوهم بيشارعوكم بيشارعوكم بيوقفوكم بيشارعوكم الاتحاد الافريقي بيشارعكم رئيس الاتحاد الافريقي بيشارعكم هو والنائب التاعو والنائب الثالث ابو ريدا بيشارعوكم بيشارعوكم الى ما لابلكم شيء وان اشار والي صدي بان المرشحين من الاتحادات سينيغال وموريطانيا لرئاسة الكاف فضلوا تأجيل تنفيذ هذا الأمر بعد إجراء الانتخابات المقررة طالب في الوقت ذاته وازير خالدي باستخدام صلاحيته لأجل تأجيل تعديل النظام الأساسي للفاف ولضمان أن تكون هذه التأتيلات سبب إقصاء مرشحين محتملين من أجل إنصاف والعدالة على حد قوله يا ودي يا وليد صادي كونك هاني راني نقول لك أنا راني نقول لك يا وليد صادي الفيفا راه رسلت الوازير الشابيب ورياضة مكان حتى عقوبة وغادي هذا الأيام بلك غدوة بلك مغد بلك ما تحسيش بلك اليوم في الليل يخرجوا البيان بالليل فيفا رسلت لهم قلت لهم مكان تعقوبة ألعبوه قوش دروات مكان تعقوبة راي عراي ورعي علش الناس نزهاء ناس نزهاء شو الناس كيف يستخدم هيا لقال لك تعال السينيقال تعال موريطانيا يعني وين قال لك يا وديد احنا تكمل هذه العهداء ونديروا قانون جديد تعال اللعبة وصح برناوية رهم سني صح لبنا بيها بس صح انتو ما ما درتوهاش من فم تروح المغرب داروها في ذاك الشهر دارو تعدي القانون في تونس دارو في ذاك الشهر تعدي القانون تروح الجانب افريقيا دارو تعدي القانون دارو بس انتو ما ما درتوهاش انتو ما بغيتو تلعبو بيها تل ضروك خليتوها باش تلعبو بيها ضروك باش تضغطو بيها انتو ما خليتوها بش تضغطوا بيها صح كاين قوانين انتو ما يكن تعايروا في الحاج محمد الأوراو مقس في الفيفا هو المقس في الفيفا هو المقس يعني وين تكون جاي عقوبة الجزائر يوقف يعرف كيفاش يوقف والناس لا يسهل عليهم لبيت رشح بس انتو ما كم تعايروا فيه لا كم تعايروا فيه سوف تقلع عليكم بزاف صوالح انتو ما كنتوا بغيين الفيفا تدخل وتقول لك لازم تطبقوا القانون انتو ما عليكم بالليل الحاج كوباكم الضو انتو ما كنتوا تقارعوا المرسلات على الفيفا بالليل تقولكم طبقوا القانون والناس اللي خرجت البارع تهدر يهدروا هذو اللي خرجت المرسل خرجوا يهدروا عليها خرجوا يهدروا قراوا المرسلات على الفيفا بل لي ما عندها حتى دخل تتكمل العهداء العهداء التيعكم كملت لترنتيا قبل جون فيه كملت بنهار قبل جون فيه كملت الكونترات وزيد نور مرمو ما عنده حتى دخل هذا وزيد راه معاقب من عند الفيفا إصدار عقوبة عليه يعني نور مرمو لجنة الأخلاقيات هنا في الجزائر لو كان جات مستقلة صح خاتشوا ديرها هو يتحكم فيها وتوعى نور مرمو تخرج بايان التوقفة ما يزغطش يقعد يقعد يدور في بلاده ولا يدور ليس هلا عليه بصها ما عنده حتى دخل حتى تترسم العقوبة إلا براءة ولا عقوبة إلا براءة يعود يقول لي إلا عقوبة باي باي داي داي بس طالح اللجنة الأخلاقيات هو جائرها هو جائرها حاطة وكأصحابه هم هم أنا غالطي يقول لكم غالطي سبحان الله هذه الحقيقة أنا نهضر فيها سبحان الله